عايزة اتوقف هنا مع حضراتكم مع الاستاذ عبد الحليم عند نقطة مهمة متعلقة بدولة جنوب افريقيا نفسها واللي اصبحت بطلة المشهد هذه الايام ومحط انظار واحترام العالم كله على جرئتها فيه بواجهة اسرائيل والعالم الغربي من ورائها والملحبة القانونية اللي عملتها على مدار يومي الخميس والجمع من محكمة العدل الدولي والنحية انا ازعب ان انا متابع لجنوب افريقيا وزعب حليم منذ الانتصار البطولي اللي حصل في جنوب افريقيا ضد الابرطايد والفصل العنصري هناك سواء على المستوى الاقتصادي هي كان اقتصادي محترم جدا تحقق معدلات نمو وترمية ممتازة ويعتبر من الاقتصادات الواعدة جدا على مستوى العالم وحتى سياسيا تتفق معها كثيرا في ان لها سياسة محترمة لا تتبع فكرة المصلحة الفراجماتية لا مواقف دولية كثيرة محترمة انا سؤالي هنا ما الذي منع التقارب المصري لجنوب افريقي باعتبار قوتين مهمة جدا لانه كان فيه وقت مبارك في تمامات وتسعينات وانا كنت حاضر في هذا الوقت في المشهد الاعلامي كان فيه نزاع سخيف من وجهة نظري هل تقادل قارة من شمالها ام من جنوبها فكان فيه منافسة مش لطيفة عملت اثر في النفوس خلت فيه تباعد شوية بين مصر وجنوب افريقي الذي بعد بين البلدين هو بعض ما ذكرته يعني الحقيقة الذي بعد هو مباعدة مصر بين جغرافيها وتاريخها ودورها في هذا العالم مصر لوقت طويل جدا عشرات السنوات ربما بدأ عقب انتصار في حرب اكتوبر 1973 البعض تصرف على اساس ان احنا هنفك التعبئة والمسألة خلصت وبالتالي لسنا في حاجة الى هذا العالم قبل الحرب كانت الحركة الدبلوماسية المصرية قد وصلت الى طرد اسرائيل من كل بلد افريقي يعني لم يوجد بلد افريقي واحد ظل على علاقة دبلوماسية باسرائيل طبعا حين تقلب الصفحة ستجد ان مصر نفسها اصبحت لها علاقة دبلوماسية مع اسرائيل قبل عديد من الدول سوف تجد انه في النزاع الذي جرى في مؤتمر القمة الافريقية حول حضور اسرائيل بصفة مراقب وظهور ممثلة الاسرائيل هي سافرتها في قدس ابابا حيث مقر القمة او منظمة الوحدة الافريقية الاتحاد الافريقي او يعني الاتحاد الافريقي منذ غير الاسم العقيد القزز قبل 20 سنة تقريب فانت حين حدث هذا النزاع من قاد فكرة طرد او منع اعطاء اسرائيل صفة المراقب ومنسمى الحضور طبعا هناك دول عربية لكن بالاساس هي جنوب افريقي تلاتة انه جنوب فاحنا لزمن طويل جدا بقى العالم عندنا هو ايه هو الغرب هو عاشنطن في الاساس اللي بدأنا بالكلام عن انه 99% من اوراق اللعبة في ايد افتكن تصريح للسادات الله الرحمن للرئيس السابق ثم الرئيس مبارك زود 29 خلهم 100% فبقت العالم بالنسبة لنا هو امريكا في الاساس ماذا ترضى عنه امريكا وماذا تغضب منه اتنين بعض دول اوروبية خاصة اوروبا الغربية بقية العالم الذي ننتسب اليه سقط من كل حساب فاسقطنا هو الاخر من كل حساب وبالتالي الدور المصر ضاعف جدا وزاد الضعف يعني نحن اسقطناهم من حساباتنا فاسقطونا من حساباتهم احسنت تخيل مثلا منذ محاولة اغتيال مبارك في هذه السبابة سنة 1994 او 95 او حاجة بالشغلية او وصل تسعينات منذ هذا اليوم لم يحضر مبارك في اي قمة افريقية صح على وجه الاطلاق وبالتالي الكلام عن مشكلة السد الأسيوبي ينسى كثير من الناس أن التدهور بغياب مصر اتصل وأنه سنة 2010 أي قبل ظورة 2011 مش الظورة هي اللي عملت للضراب كانت قد وقعت اتفاقات عن تيبي اللي بتقول إيه؟ أن الاتفاقات القديمة سقطت وبينها نصيب مصر والاتفاقات التي عقدت زمد الاحتلال البريطاني وأنه علينا توزيع الأنصبة من جديد وهذا ما استنت اليه إيه؟ في مشروحها لإقامة السد هذا السد ليس وليد 2010 ولا 2011 من سنة 1964 لكن وزن مصر الحاسم منع أي تفكير في إقامته طوال هذه المدة غياب هذا الوزن بالتدرج ثم بالتدهور الحاد بعد محاولة اغتيال مبارك أوسط التسعينيات أنهت كل دور لمصر في أفريقيا فأصبحنا لا شمالا ولا جنوبا لا نقول لا من الشمال ولا من الجنوب وأصبحت أغلب دول حوض النيل العشر أو الحداشر ضدنا وقف معنا السودان على طريقة يعني المراءة معنا في الظاهر وضدنا في الباطن وإلى آخره وهذا ما قال بنا إلى هذا الوضع في الوضع الحالي من 2013 بعد صورة 2011 وصورة 2013 يبذل جهد كبير في الدبلوماسية المصرية لمحاولة استعادة بعض المكانة في أفريقيا هذا صحيح وملموس ولزالت العملية دائرة لكن نحن لا نحاسب الآن لا فرصة لاستعادة البكاء على اللبن المسكوب لكن نحن انتهينا إلى هذا الوضع علينا أن نبدأ من جديد وأعتقد أن فكرة محكمة العدل الدولية فرصة كبيرة أخيرا جمعة الدول العربية قبل بدء الجلسات الاستماع قبل الخميس والجمعة اتكلمت عن أنها تؤيد دعوة جنوب أفريقيا ومن ثم فأنا أقول ببساطة جمعة الدول العربية جمعة الدول العربية هذا الكائن الرخامي وفي حاجة لست اسمها جمعة الدول العربية الحقيقة يعني كائن متحافي كده فهذا الدور سيد أحمد أبو الغيت عنا له حين سمع حين يعني أفق من نوم ثقيل أن يقول أنه يؤيد هذه الدعوة وأننا كمنظمة منظمة جمعة الدول العربية من حقنا أن نرفع دا طيب أنت مش منظمة في 22 دولة عضو في هذه المنظمة كل دولة تملك قرار وألمانيا تدخلت في الدعوة ألمانيا تدخلت في الدعوة رسميا إلى جانب إسرائيل أنا أسأل أين الدول العربية التي تدخلت في هذه الدعوة إلى جانب جنوب أفريقيا وهي دعوة تخصنا فلسطين لا يمكن أن تتدخل في هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية لأنها لذالت بصفة المراقب في الأمم المتحدة وليس عضوا كامل عضوية صحيح ماذا عن مصر على سبيل المثال أنا أعتقد أنه بوسع مصر ويتوجب عليها أن تدخل على الأقل في الدعوة إلى جانب جنوب أفريقيا رسميا يعني أننا زي وحد فيه قضية كده منظمة من قدر الداري فطرف بتدخل في الدعوة لا بد أن تتدخل للدول العربية في هذه الدعوة ولا شيء يمنع إلا الهواجس التي ألفناها عقودا أصلها يحصل لنا كذا أصلها أمريكا تسعة المنطقة